اعراب التمييز مرحبا بكم معكم الخوارزمي مرة اخرى اليوم يا اصدقائي حلقة مثيرة جدا سوف اصطديف انا وصديقي هاني اشهر رجل في عالم النحو وهو ابو الحلول وذلك ليحدثنا عن موضوع اجده صعبا الى حد ما هو موضوع التمييز هيا بنا لنبدأ تفضل يا هاني شكرا يا ليح مرحبا اصدقائي طبعا كلكم تعرفون ابو الحلول في هذه الحلقة سوف نعرض عليه مشكلتنا انا وليح مرحبا يا ابو الحلول مرحبا كيف يمكن انساعدكما؟ انا وليح اختلفنا في اهمية التمييز في اللغة العربية في حين لا اجده هاما جدا يجده ليف من اجمل ما في اللغة العربية ما رأيك؟ احب حماس الشباب لنتذكر اولا ما هو التمييز التمييز هو اسم نكرة مفرد جامد فضلة ليس من عصل الجملة منصوب يذكر ليزيل غموض ما قبله ألصورت هذا يا ليث؟ انت على الهواء يا ابو الحلول حسنا ماذا كنا نقول؟ نعم التمييز فرضا انني اقول يمتلك هاني عشرين هل عرفتم ماذا يملك هاني؟ عشرين مقعدا عشرين دفترا عشرين ماذا؟ بالطبع لا تعرفان لانني لم اذكر تمييزا يمتلك هاني عشرين كتابا الآن عرفنا ماذا يمتلك هاني فالتمييز في هذه الجملة هو كلمة كتابا فلولا وجود التمييز ما عرفنا ماذا يمتلك اذا جاء التمييز لتوضيح الجملة وازالة الابهام عنها بالضبط وهذا المبهم الذي يأتي قبل التمييز بالمميز وينقسم الى المميز الملفوظ المميز الملحوظ بالطبع تعرفان الفرق بينهما هل تخبرنا من فضلك عن الفرق بينهما؟ لكي يعرف متابعون على الشبكة بالطبع فرسخ، سهم، دنم، ذراع، شبر، فتر، والكيل، مد، صاع، كيلة، قدح، إلى آخره والعدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين في يوم الجمعة ذهبت إلى السوق واشتريت مترا حريرا ودفعت أربعين درهما هل هذا هو تمييز الملفوظ؟ نعم، هذا التمييز ملفوظ أما التمييز الملحوظ هو الاسم الذي يلحظ من الكلام من غير أن يذكر ويأتي ليوضح إبهام جملة قبله إذا قلنا شرب الطفل كوبا من حليب هل يوجد تمييز في هذه الجملة؟ لا، حليب هنا لا تعرب تمييزا فقد سبقها حرف جر وأصبحت اسما مجرورا بمن وعلامة جره تنوين الكسر الجملة صحيحة بتمييز ملحوظ تكون شرب الطفل كوبا حليبا تعرب حليبا هنا تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح لقد فهمت، يجب أن يتبع التمييز المميز بدون أي فاصل أحسنت، هل تعرف مواضع تمييز المميز الملحوظ؟ نعم، أتذكر بعض الأمثلة من الدرس كل اسم نكرة منصوب بعد اسم التفضيل يعرب تمييز مثل محمد أفضل أدبا كل اسم نكرة منصوب بعد نعمة وبئسة يعرب تمييز مثل نعمة عملا الصدق كما أن كل اسم نكرة منصوب يأتي بعد أسلوب التعجب يعرب تمييزا مثل ما أفضل خالدا طالبا تذكرت موضع آخر كل اسم نكرة منصوب بعد كامل استفهامية يعرب تمييز مثل كم طالبا في المدرسة أيضا كل اسم نكرة منصوب بعد فاعل كفا مثل كفا بالله وكيلا وختاما الأفعال اشتعل ازداد امتلأ طاب قر كبر طاب تصبب إذا جاء بعدها اسم نكرة منصوب يعرب تمييزا مثل قلب امتلأ إيمانا أه ما رأيكما هل التمييز ضروري وهم للغة العربية أم لا بكل تأكيد عسنا أعتقد أنكما ستدريكاني أهمية هذه الدروس عندما تبيض لحاكما مثلي ها 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 وحتى تبيض لحانا أتمنى لكل متابعيني وأصدقائي وقتا ممتعا مع اللغة العربية وإلى اللقاء مع ضيف جديد ودرس جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر جديد